كرة ملعوبة عالية وعرضية على الكرة يتخلص من مدافع المنتخب الماليزي تاج عمير عادت لي عمر نزلها لي عامر عامر عمامي حلوة يلا يا شباب أول أهداف منتخبنا الوطني عن طريق مهند لينيزي جول إماراتي مع الدقاء يقلوله في الدقيقة 16 مهند لينيزي بيسجل لمنتخبنا الوطني هدف جميل يعلن عن فرحة شباب الإمارات في اللقاء الماضية صناعة عمر عبد الرحمن ووضع همهند عميزي في المرمام ليعلن عن أول أهدافنا في مباراة الليلة أول مهب تالي بإذن الله هذا البادي هذا أول بادي لمنتخبنا وإن شاء الله الأهداف تأتي جبان العميزي بيحطها بذكرنا بذكريات حمدون بذكريات خليل غانم بذكريات حسن سهيل بذكريات مدافعين كثير سجلوا لمنتخبنا الوطني من ظلم أيضا بشير سعيد بهذه التصليات إماراتي عمر عممي حلوة علي مبخوت علي بالأبها خلقوا لما من المرمام ولكنها بتعود مرة ثانية الثانية علي مبخوت الثاني لمنتخبنا الوطني في دقيقة 22 علي بيحطها في المرمام أعطني مبخوت أنور لني في البحر أعطني علي وعقلي بهر ما عندي مشكلة علي مبخوت الآن يسجل الأرب الثاني لمنتخبنا الوطني أيضا الصناعة من عمر عبد الرحمن تؤسس لعمر لعمر يصنع هدفين الماليزي يخطف على ذلك ومبخوت يضعف المرمام اثنين ولسا باقي اثنين ولسا فيها بإذن الله هنا علي مبخوت يسجل لمنتخبنا الوطني الهدف الثاني الآن علي مرف الأولى قالت عليها صلاح هارس المرمام ولكن سقطت غير هارس المرمام ومن أهم سمات المهاجم المتابعة يعلم من خلاله عن هدفين إماراتيين الصناعة لعمر ومرة لي مهند ومرة لي مبخوت والاثنين للإمارات والاثنين لمنتخبنا الوطني اثنين صفر حلوي في هدفين والبحث عن الهدف الثالث كورا مالعوبة عموري 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 بالأوبال كورا مالمرمس سلام خليل مالا في دين أبيضنا يستعرض أبيضنا يسيطر أبيضنا يضرب بالثلاثة يرتدي اللون الأحمر وعين همر الإماراتي يا السلام يا أموري ويا السلام يا خليل ومنتخبنا يسجل الثالث الآن صناعة من عمر وخليل يضعى في المرمى معلنة عن هدف ثالث لمنتخبنا الوطني حالة من التنوع حالة من الإبداع حالة من الصناعة المميزة حالة من النهاية الرائعة حالة هي حالتك السر يا لبيض حالك يسر يا لبيض مش حالك يا لبيض حالة طيب ويسر ألي مرات ثلاثة ماليزيا لا شيء من شاء الله كبيرة الله يدي أهدى يا دولة هذا دولة صالح عندي خليل عندي وليد عندي هالأسماء يا السلام أطمعوا نص أطمعوا نص هو الرابع هو الرابع يلا يا حبيبي يا السلام الرابع من رقم أربعة ولا بيضي أبغيها شبه شبه الله عليك على كعب الله عليك على الصناعة الله عليك يا حبيبي حظها في المرمى وأعلن الرابع لمنتخبنا الوطني أوه على بداية أوه على عاصفة محب ترابي يلا عاصفة إماراتية عاصفة جميلة هذه انطلاقتك يلا بيض الليلة هذه انطلاقتك يا منتخبنا الليلة سير سير الله معه المشاركة دولة عباس ما رح يجري لكم من المباراة عالية إماراتية الخامس الله إماراتي بالخمسة في أقل من نصف ساعة ما كمل عشر ثواني بن سلامات اللي جته التحية من منتخب الإمارات بالخامس عن طريق خليل خمسة خمسة وعامر يصنع هاترك للصناعة ثنائية لخليل والحارس البديل الله يعينه الله يعينه منتخبنا في يومه منتخبنا في ليلته وطاب ليلك يا إماراتي وطابة أمسيتك يا إماراتي خمسة صفر إيش ما تسوي لا خلوهم يشاركوا من بحارسين هاتي عدفان تجي إماراتي عموري بيلعبها قرأ أمام المرمى أستهارض يا إماراتي وتفنني يا إماراتي أنت من تهم الرأياتي ستة الإمارات ستة الإمارات ستة بإذن الله تقربنا لروسيا لعلي موسكو للدولة الباردة هنا منتخبنا حامي عموري أصنع الثالث ومبخوتي سجل الثنائية يا سلام عموري يرد على عامر ومبخوتي يرد على خليل وجمهور الإمارات يردد يا أبيضنا ما أروعك يا أبيضنا ما أجملك يا منتخبنا سير سير الله معك سيحاد يبغي لهم ميحد الآن يعلق على دبيض يضيك تعال يا ميحد حمد وغني أغاني الثمانينات وقول يا منتخب جمهوركم يستاهل ومحبينكم يستاهلون كرة حلوة لمنتخبنا الوطني عدفانتج ما وجود والماريزي ما لعدفانتج استعرضي الإمارات كرة أمام المارمون سبا سفن والإماراتي أب سفن والإماراتي أب سبا أهدام مقابل أشياء عموري صنع الرابع ومحمد أحمد يسجل السابع سبا أهدام مقابل أشياء يزينكم يا عيال زايد يزينكم يا شبابنا سبا أهدام مقابل أشياء لمنتخبنا الوطني حلم ولا علم على هذا الإبداع على هذا الإبهار على هذه المتعة الإماراتي يسجل السابع والإماراتي أب سفن أب سبعة إماراتية في مرمى ماليزيا في شوط المباراة الأول لسه شوط فيه وقت لسه عندنا خمس دقائق نبغي الثامن الله يغيينك هذا أحمد بن بكري يقول بك بكير يلي مراتي سبعة آه أعلى لتعلم الله يغيينك الله يغيينك أمر عمامي الأحمد خليلي السلام أممي أسرع خمسة وخليل يسجل فلاثة والمتاكل لبوها إماراتية المتاة إماراتية الله عليكم الله عليكم عموري بإصرع من أحنا ما يكون وخليل يقول النتيجة ثمانية لازم تكون حطا في المرمى أحمد وسجل هاتريك ليصبح أول لاعب إماراتي وسجل هاتريك في تصفية كأس العالم ثلاثة أهداف لا يوجد لاعب في مباراة واحدة سجل ثلاثة أهداف ما عاد يثير سالم اللي سجل خمسة الحين أحمد خليل يسجل ثلاثة إن أنهاها بالثلاثة سيكون هو اللاعب الوحيد اللي سجل هاتريك في مباراة لكن عموري يصنع خمسة عموري ما شاء الله تبارك الله يصنع خمسة عمار عمار عموري عمار عموري السلام ناين تساها الله عليكم الله عليكم دوم دوم يا أبلادي رأيكم رأيك plutôt لابد تردون العلم الطيب قال هبو خالد بعياله لابد تردون العنم طيب عموري يصرع السادس عموري سادس هدف يصرع اليوم عامر يا كعبت مبخوت خلها قال ما تبغي قال لعنك هادرك أيضا لي علي مبخوت هادرك لي علي مبخوت الله عليكم الله عليكم مبخوت حقها شوف عمر عامر عمر علي عين فاصلة عين فاصلة عين لمنتخب يفرح القول والعين لمنتخبنا الوطني يا سلام يا سلام الله يعينك مثل ربعك صف مثل الغراس اللي صفوا قبله كل واحد انسعب في تتقيف القارع لسنوات طويلة عبر الاتحاد كرام عشران عشران لمنتخبنا عشران لبيضنا عشران واحنا عشران واحنا ذكران بوخ خليل يسجل الرابع خليل يسجل الرابع خطفها خليل شلها خليل بوخ لي بوخ لي يسجل لمنتخبنا يا زيكم يا زي والله جزته هلون اللي غنيت تستهدن يا منتخبنا سير سير الله معك سير سير الله معك تدرون ليش صوتي بيطلع هلو لنا على منتخبنا